البيتول تحاول تكشف هذه الحقيقة تحاول انها تتحكر بزيف و تسول فاطيمة كيف لم يشفتوا معنا في الحلقة الماضية أما سليمة مقهورة على الأخذ ديالها و تفكر الأب ديالها و تبقى تبكي كيف لم يشفتوا معنا في الحلقة الماضية سليمة مقهورة و لم تبغيش تبين ذاك الضعف ديالها قدم الجميع كيف نشفتوا معنا بين البيتول و الدريس كينتشي حاجة بيناتهم اللي حليمة تجسس عليهم باش أنها تعرفها وأن البيتول معمرها تبدلات و غير كتمتل عليهم باش أنها تحاول تكسب التقيقات ديالهم و تكشف بأن هذا الدري ماشي ولد عمار المعطاون أما سليمة غدي نشوفها كانت صح في الأخذ ديالها باش تقول ليها باللي كيف تديري فيرها ماشي مزيان و غالي خاصك تبعي معنا عائلة المعطاوي أشنو كتدير ممكاش بنت المعطاوي تولي الشيخة فاطيما طاقت في البيتول و كتتدر معها عادي لأن شيء لم يكن ولكن البيتول ما تبدلات و كتتستغل طيبة ديال فاطيما باش أنها ترجع و توقف و تدي التروة للعائلة المعطاوي و ذلك بعد ما أنها غدا تتبت باللي هذيك عمار صغير ماشي ولد عمار المعطاوي و غادي يكون ساهل عليها باش تكركب أهين وهنا غادي نشوفه حاميد غادي يمشي لعند سليمة و غادي يبقى يتلفيها و يقول ليها قلبي لي على خدمة و نسايل لي فات و قلبي لي على خدمة عفاك أنت منها تعاونيني غادي بقى يتلفيها أما يوسف ما زال ملوض ديال فالدار و كيبقى يلون في الأخت ديالو و فراجلها و كيقول الحامي ديال لقلبين لحل و خرج ديال تاكسي مالفوريين ما هذي كيف يفكر و كيشوف كيفاش غادي خلي ناسي مرقت بعد ذلك الطريق هذي كيحصي بالدنب حيث هو السبب فاتيك الحالة اللي وليت فيها حيث خانها مع بنت الشيخة سليمة كيمال عادة كترفض هاد المساعدة ديالو كو تقول لي معمري غادي سادك شليدتي فيها الحبس معمري غادي يبرد ليه قلبي من جهتك هين دي غادي نشوفها غير ساهية و كتدوي مع راسها غادي عندها الام ديالها حليمة و غادي تقول لي هاش هاد شي هادا كتديري و ركيك تعيقي باللي هاد دري هاد ره ماشي ولدك هاد دري و ولدك و غادي تقبلي هاد الحقيقة هالي أما ناسي ما باغا غارقة في ديالها و باغا تولي شيخة كتتربية معي فلو الطيرات و للأسف ادوك صحابها غير كين نصبوا علي هك بش أنها تشري لي هوم القهوي و هدي و تشري لي هم و هاد تبقى تخلص عليهم و غادي تقول لي ها حليمة بنت ها بان هاد الولد هاذر او ولي دملك حقك في الورد وهو اللي خلاك تعيش هاد الرفاهية هادي اللي عايشه ديابه وانك كتجاري الشركة ديال المعطاوي و كل شي فتحت يديك من بعد سنرى يوسف وحاميد الذين لم يجدون خدمة ومشاليه من طاكسين الفوريين كما رأينا في الحلقة الماضية بسبب أن حاميد لا يوجد بيرميد ستقول لها حليم البنتها بأن هذا الولد هذا هو الولد ملك حقك في الورد وهو الذي يجعلك تعيش هذه الرفاهية التي عيشها دابا وأنك تجاري الشركة المعطاوي وكل شيء في تحته